اعلان اوكرانيا وبولندا ولتوانيا ممرا اخضرا لنقل الحبوب الاوكرانية الى ميناء كلايبيدا غربي لتوانيا هي انفراجة لازمة هددت جزءا من اقتصاد اوكرانيا وزارة الزراع الاوكرانية قالت ان الاتفاق يقضي بنقل شحنات الحبوب الاوكرانية لميناء غرب لتوانيا الامر الذي لاقى رفضا بولنديا في وقت سابق مخافة من تأثير صادرات اوكرانيا على منتجاتها المحلية ما دفع كييف الى نقل المسألة الى منظمة التجارة العالمية وفيما يخص اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في كييف فقد تعهدوا بمواصلة الدعم لاوكرانيا وتشديد العقوبات على روسيا واكد الممثل الاعلى لشؤون الخارجية والسياسة الامنية لاتحاد الاوروبي على التزام دول التكتل تجاه اوكرانيا وتسريع جهود انضمامها الى التكتل الاوروبي من جانبه داع الرئيس الاوكراني فلودمير زيلنسكي في اجتماع الى فرض مزيد من العقوبات ضد روسيا مطالبا في الوقت ذاته بوقف اي شحنات ومعدات تمكن روسيا من زيادة انتاجها من الاسلحة وعلى صعيد التطورات الميدانية فقد اكدت قوات الدفاع الجوية الاوكرانية اسقاطها 13 طائرة مسيرة وصاروخ كروز اطلقتهم روسيا على منطقة دينيبرو بيتروفيسك خلال الساعات الماضية وقالت وزارة الدفاع الاوكرانية ان الهجمات الروسية تسببت في اشتعال النيران في احد المؤسسات الصناعية في بافلو هارد كما قصفت القوات الروسية منطقة ميروفي بالمدفعية الثقيلة ما اسفر عن تضرر منزلين ومبنى خارجي ويرى مراقبون ان التطورات على المستوى الميداني والسياسي في الحرب الروسية الاوكرانية لا يمكن ان يحل الازمة الا بتقديم تنازلات من قبل اطراف النزاع الا ان المؤشرات الواضحة تؤكد رغبة موسكو وكياف مواصلة الحرب ويبدو ذلك جليا في نشاط القصف المتواصل برا وجواء